عبر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوب عن استيائه من الخطب البولندي واصفاً إياه بالعداء لافتاً إلى أن وارسو يمكن أن تشكل مصدر تهديد لأوكرانيا وكانت وارسو قد حثت دول الاتحاد الأوروبي على تشديد العقوبة على روسيا ودعت الناتو لتسليح كييف واتهم المتحدث باسم خدمة الأمن في بولندا اتهم روسيا بممارسة حملة تضليل منسقة ضد بولندا تشمل تلميحات إلى أنها قد تشكل تهديداً لوحدة الأراضي الأوكرانية